ما أهمية هذه العملية التي وصفت بأنها الأولى من نوعها في منطقة البتوين إضافة إلى أهمية التوقيت هذه عملية نوعية استباقية قامت بها وزارة الداخلية هذه المنطقة معروفة يعني ليس من الآن وإنما من حتى من قبل 2003 هذه المنطقة وبعض المناطق المعروفة في بغداد هي منطقة تعتبر مناطق الموبوءة وهي مرتع لتجار المخدرات والحشيشة وتطورت في هذه السنين لتصبح محل للعصابات الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية وهذه المنطقة من يدخل لها يستطيع أن يذوب ولن تستطيع السلطات الأمنية الوصول له فبالتالي هناك عصابات وشبكات تعمل على هذا الموضوع حتى الكثير من المتسولين اليوم في الشوارع نراهم أنهم يتواجدون بعد انتهاء عملهم في هذه المناطق هذه يعني حقيقة الوزارة الداخلية قامت بهذا الفعل الذي يعتبر أحد أعمالها السابقة لكن نحن كنا نتمنى أن تقوم وزارة الداخلية بهذا العمل أبكر من هذا الوقت لأننا نجد أن ما حصل اليوم في البتاوين وما وجد في البتاوين هي نتيجة تراكم سنوات السابقة دائما هؤلاء يحاولوا أن يجدوا الأماكن ذات الأرضية الخصبة لأعمالهم الإجرامية فأكيد البتاويين منطقة أخرى تسمى المربعة المربعة ومنطقة الميدان هذه المناطق في بغداد هي مناطق قديمة وأفرعها صغيرة وضيقة فتستطيع هذه العصابات أن تجد مداخل ومخارج لها فتستوطن العملية حقيقة حققت أهدافها منذ أكثر من فترة هناك مصادر للمعلومات انتشرت في هذه المنطقة راجلا بدون أن يعلموا أهالي هذه المنطقة من هم هؤلاء فبالتالي أكيد تم جمع المعلومات وبالتالي وضعت وزارة الداخلية خارطة طريق وخطط استخباراتية وتمت المداهمة اليوم أكيد هناك من تسربة من هذا المكان سوف يستوطن في أماكن أخرى نحن ندعم وزارة الداخلية في هكذا أعمال اليوم هناك أماكن أصحاب تجار المخدرات وأصحاب العصابات الجريمة المنظمة اليوم يتواجدوا أيضا في المناطق التي هي مناطق عشوائية بنيت عشوائيات فيها وهذه المناطق شبه منها زراعية وعملية الخروج والدخول تكون سهلة فيجب على وزارة الداخلية أن تضع هذه المناطق أيضا التي هي في محيط محافظة بغداد أن تضعها في حساباتها للخطط المستقبلية وأيضا مثل هكذا مناطق تتواجد ليس فقط في بغداد وإنما في محافظات العراقية فيجب أن يكون هناك عمل الدؤوب وملاحقة هذه العصابات لأننا اليوم بدأ الموضوع ينتشر بصورة إذا لم تكن هناك عمليات ردع وجهات إنفاذ قانون حقيقيا أكيد هذا الموضوع سوف يؤثر على البنية المجتمعية العراقية البنية الأخلاقية العراقية وبالتالي هناك الكثير من العوائل العراقية بدأت تعاني مما يحصل هناك انتشار للمخدرات وصل إلى المدارس بدون أن يعلموا كيف يتم ترويج هذه المادة الكثير من الأمور حتى في عمليات شراء الأعضاء البشرية هناك مقرات خاصة تتواجد في هذه المناطق الموبوئة فعمل وزارة الداخلية اليوم أعطى إشارة انذار وأعطى إشارة خطر للجميع بأننا اليوم موجودون وهذا هو أكيد نعود به إلى عمل سيد وزير الداخلية الذي نراه في الميدان دائما في جميع العمليات سيد مخلد أجدد